موسيقى وصلنا لآخر فقرة نهاردة فقراتنا في نهارك سعيد وهنكمل كلامنا عن الدستور ولكن من وجهة نظر الأحزاب بس كمان خلونا نقف عند العدالة الانتقالية ونفهمها ونفهم تفاصيلها أكتر لأنه عميني منتكلم عن المصالحة وفي ناس يقولك مصالحة إيه وإحنا مش عايزين مصالحة وكأنه هنكسب لو بس بقينة منتخانق في الشارع مصالحة يعني إيه برضو ده محتاجين نفهمه يعني إيه عدالة الانتقالية ده برضو محتاجين نفهمه وطبعا محتاجين نفهم تحفظات مجموعة من الأحزاب اللي على المسودة الأولى اللي طلعتها لادنة العشرة للدستور مصر 2013 بيشرفنا يكون معنا في نستوديو عشان نتكلم في الموضوع ده أستاذ زياد علامي عضو الهاية العوية لحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي نهارك سعيد يا فاني نهارك سعيد بداية أستاذ زياد خليني أتكلم معك عن المصالحة والناس بنسمع الدولات نحن شايفين خناقات على وسائل الإعلام ناس تقول لك لا يعني إيه مصالحة نتصالح مع الناس دي ناس دي كلها لازم نمشيها ونعمل فيهم أكتر من اللي كون عايزين نعمل في الحزب الوطني وكأنه هو الحال نحن هم كام 1300 وحاجة ألف تقريبا إجمالا فنمشي ناس دي من بلدنا بقى خلاص فانهيزة كان مصالحة وهيزة بوطها بالعدالة الانتقالية بعد إذن طيب خلينا نبقى عاضحين أنه من 12 فبراير 2011 كانت الناس بتكلم على برنامج العدالة الانتقالية وما فيش حاجة اسمها مصالحة كده يعني ما فيش حاجة اسمها أن الناس يرتكبت درائم يعني ما فيش حاجة اسمها مصالحة أننا بنتصالح بس عشان نتصالح في حاجة اسمها أنه فيه دايما برنامج العدالة الانتقالية في البلاد اللي بيحصل فيها سورات أو تغييرات كبرى أو حتى في بلاد بيبقى فيها نظام مستبد وبيقرر أنه عايز ينتقل لمرحلة ديمقراطية زي المغرب مثلا نفس الحكومة هي اللي بتعمل برنامج العدالة الانتقالية فده بيتعامل لما بيبقى فيه أزمة كبرى وفيه محاولة لتغيير النظام كله على بعضه بيحصل ده ازاي ده بيجي عن طريق أنه في الأول بيتعامل اللي جان بتبقى مسؤولة عن تلقي الشكاوة أنه أي حد شاف أن فيه جريمة حصل بيروح يقدم من أي نوعية أي جريمة أي جريمة من أول اختلاص لغاية إضرار بالمال العام لغاية رشوة حتى لغاية كل الحاجات دي من أول ده لغاية القتل كل ده بالظبط هو بيبقى جزء المهم في الموضوع أنه نفتن على بعض لا أنا أعزي بمانا أنه نحن مش عايزين نبقى قلنا الجواسيس على بعض لا 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 هو مش جواسيس هو بيبقى الجزء الأهم في الموضوع أنه نحن بيبقى فيه مصرحة يعني عايدة مثلا عملت جريمة فبتيجي تقول هي ما حدش بلغ عنا لغاية الوقت بتيجي تقول أنا عملت جريمة الفلانية وده كان شريكي فلان وفلان 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 وكاننا مدفوعين من كذا وكل ده فبتعودي فترة الأول فترة اسمها فترة المصرحة أن المجتمع كله كل البلاوي اللي احنا مكتمين عليها دي تطلع على الأرض ونبقى شايفينها في جنوب أفريقيا مثلا كانوا بيعملوا دعا التلفزيونات ماشي ففي قراءات التلفزيونات متفرغة ده أي حد عمل جريمة بيطلع يقول أنا عملت كذا وكذا وكذا أي حد عنده معلومة عن جريمة بيقدمها ويبدأ يجمعوا الأدلة عليها بعد فترة المصرحة أنت كده كل البلاوي اللي كنت مكتم عليها في التلاتين سنة اللي فاتوا من أول تمانين حتقولي مثلا من أول تمانين لغاية دلوقتي طلعت على السطح وأنا هطلع تصرح لي يعني أنا ليه إلي خليني أطلع أقول ده بتطلعت تصرح لي لو أنت لو أنت عملت جريمة لأن ده بيديكي فرصة أن أنت كشفتي الجريمة وكشفتي اللي دفعك للجريمة وكشفتي الناس اللي كانوا شركة معك في الجريمة فبيديكي فرصة في المرحلة الثانية المرحلة الثانية بيتقسم الناس ثلاثة مستويات في المستوى الأول اللي عمل جرائم جزء من النظام العام هي جريمة قانونا بس ده اللي كان بيحصل زي رشوة وزي الحاجات اللي حقول لنا بنعملها بالزبط كده فده جزء من النظام العام فده بيتم التصالح بنان عليها أو اللي اعترف على جريمة كان مش مستحيل بوتفاصيلها كان مستحيل نوصلها غير اللي هو قلنا عليها فبيتم التصالح معاه على أساس أنه ولا يتم لحقته على أساس الجزء ده بعد كده الجزء التاني من الجرائم اللي هي جرائم المتعلقة بالمال الاعتداء على المال الشخصي أو المال العام يعني أموال الأشخاص زي كوزي وزي شركات أو أموال عامة ويمكن أنه جبر الضرر اللي حصل عن طريق الجرائم دي عن طريق أنه رد الأموال والتعويض فدول بيتم تصالح معهم بناء على كده المستوى التالت هو المستوى اللي ليه علاقة بجرائم النفس سواء إصابات سواء قتل سواء أو جرائم المال الاعتداء على المال الخاص أو المال العامة التي لا يمكن جبر الضرر أو التعويض عن اللي حصل به كده إحنا بنبقى وصلنا لمرحلة التانية اللي هي مرحلة المحاكمة في المرحلة الأولى مصارحة مرحلة التانية محاكمة مرحلة التالتة بقى اللي هي المصالحة المصالحة باللين بمعنى أن أنت خلاص لو إحنا عملنا ده النهاردة حيبقى كل الناس اللي ماشي برا في الشرع أبري مالناش دعو بيها سواء كانوا دول إخوان سواء كانوا دول حزب وطني يعني إحنا دلوقتي بيتقال إنه فيه فلول حزب وطني وفلول إخوان مش هيبقى فيه مبرر ساعة أن أنت تقولي فلول حزب وطني وفلول إخوان لأن لو حتى حد حزب وطني موجود أو حتى حد إخوان موجود حيبقى هو بريء طالما موجود في الشرع أبرأ زمته يعني وبالتالي بنبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن كلنا على نفس المستوى كلنا متساوين في الحقوق وكلنا متساوين في الوطن البلاد اللي حينك جبت وقلت سريتها من شوية دي عملت ده في كام سنة وفي كام شهر في إيه لا مش في كام شهر هو بياخد سنين يعني يعني ممكن ياخد من خمس لعشر سنين وده بياخد بس هو جزء من الموضوع بقى أنه الأهم بقى بعد الثلاث مراحل ده اللي أنا كنت لسه عايزة تكلم بعد الثلاث مراحل احنا عرفنا الجرائم وده اللي بياخد فترة أطول على فكرة يعني كلنا بقوله ده بياخد فترة أعلى الفترة الأطول في إيه أن بنبقى المجتمع على طرف في أن فيه جرائم متحصلت ماينفعش أنها تكارت تاني فيجيب بقى بتبقى لجان ليه علاقة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة فتيجي تبص أنه الجرائم اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت إيه أسبابها وإزاي نضمن أنها ما تتعملش تاني في المستقبل فيتغير قوانين يتغير إعادة هيكلة المؤسسات الدولة مثلا على سبيل المثال بسرعة مثلا أنه عندنا مشكلة في الدخلية الدخلية الناس شايفة أنها بتظلم الناس من تلاتين سنة لا يعني الناس عندها مشكلة في ده يعني ممكن يبقى أحنا ما عندناش مشكلة في ده سواء في مشكلة في الدخلية وعشان كده على فكرة في البرلمان قدمنا أعادت هيكلة مؤسسة الدخلية واللي كانوا ركنوا يعني طبعا أداءها مؤخرا مختلف نسبيا بما قبل ولكنها ما زالت مش الشرطة المشكلة المشكلة مش في الأفراد ولا في الزباط ولا في القيادات ولا في المشكلة في النظام كله على بعض فلما تيجي تبص عليها هتلاقي المشكلة إيه أنه لما جينا نبص عليها أنه من أول فرض شرطة لغاية عقيد كلهم بيترقوا وبيزيد مرتباتهم مناء على التدرج الوظيفي بعد عقيد أنت لو قيادتي في الدخلية أنت اللي بتقرري بتعمليه تقييم سنوي وبيتقرر بناء على مكافئتي وإذا كنت هستمر أصلا فأنا انتمائي مش للمؤسسة انتمائي لفين لقيادتي فلو قواعد المؤسسة بتقول حاجة وقيادتي الشرطية بتقول حاجة تانية إيه اللي هيحصل ولا حاجة هسمع كلام قيادتي الشرطية إنه ولا يقرر فالحال في دن أنت تربطه بالحد الأدنى والحد الأقصى الأجور في الدولة وأنه يبقى تسلسل وظيفي طبيعي جدا وفي تقييم على كل مراحل بس في مرحلة الأخيرة بالضبط بس هيبقى كمان ما فيش حاجة اسمها إنه قيادتك اللي بتقرر أنت تقعد لا قيادتك إلا بتقرر مكافئاتك فأنا بيبقى انتمائي هنا لمؤسسة الداخلية تماما ما حاجة تانية؟ آه الجزء التاني اللي اشتغلنا عليه مثلا إنه يبقى فيه لجنة قضائية مستقلة تبقى بتتلقى الشكاوى في حالة إنه حصل مشاكل مش حالة إنه حصل مشاكل لأنه مش مفترض إنه حصل مشاكل ده إنه واحد يتعذب في الاسم لكن حصل مشاكل بمعنى أن أنت اتصلت بالنجدة وده بتحصل كثير يقول لك أو يقول لك أنا أعمل لك إيه؟ يعني أنا آه دي فترة الأخيرة بتحصل أو محدش بيرد يحصل معي يعني أنا أكلمت النجدة فيقول لي طب أنا ممكن أعمل إيه؟ من شي فقلت له ممكن أتصل بالبوليس يعني ممكن أتصل بالبوليس يعني فهو جزء من الموضوع إنه ده لازم يتهيكل هو كده خد حقه وبالتالي المجتمع يخد حقه ده مسال مثلا على إنه حتشوفي المشاكل سببها إيه؟ وتبدأ يتعيدي هيكلة مؤسسات الدولة بحيث أن تقفلي صفحة الماضي وتبدأي صفحة جديدة للمستقبل طيب إحنا محتاجين في فترة الجاية بعتقد أن يحفوذ عندنا وزارة العدالة الانتقالية عندنا وزير العدالة الانتقالية عندنا وزير العراقة العدالة الانتقالية بس ما فيش وزارة العدالة ما عندهش مكتب أمال بيشتغل منين سيد الوزير يعني ما عندهش هيئة مكتب يعني ما عندهش ناس تساعدوها طيب نحن نتمنى أنه ده يحصل يعني نتمنى في شهر حقيقي طيب نأتي أكلم على الدستوري أستاذيات بعد إذنك أنه لجنة العشرة خلصت تعديلات اللي عملوها على دستورة 2012 ونفوذ لجنة الخمسين هتتقابل يوم الحد الجاي على قد ما أنا عارفة ولكن فيه اعتراضات مبدئيا كثيرة من قبل مجموعة من الأحزاب أعتقد حاجة وعشرين حزب شايفين عندهم بعض التعليقات على اللجنة طبعا لنقبت صحفين عندها بعض الاعتراضات أنه مطالبها ما اتخذت في الاعتبار بس أنا أكلم حيثك حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي في اللحظة دي إيه الاعتراضات اللي عندكم على الدستور أو تعديلات اللي حصلت حتى الآن من قبل لجنة العشرة وأعيز أقف بعدها عند القيمة والفردي بس أقولي إيه التعليقات اللي عندكم بشكل عين بص التعليقات اللي عندنا إحنا عندنا ممثل في لجنة الخمسين دكتور محمد أبو الغار وعملين اتصالات مع تقريبا معظم الناس اللي في لجنة الخمسين وبنعرض عليهم اعتراضاتنا سواء على المواد الموجودة أو على المواد اللي تم تعديلها قصدي أو المواد اللي ما تمش تعديلها بادئ ذي بدء لو إحنا هنتكلم بجد لو إحنا عايزين نبني بلد بجد يبقى إحنا عندنا فيه لما مبارك نظامه سقط كان فيه دستور جديد كان مطالب بإن نبقى فيه دستور جديد يعمل مؤسسات دولة بشكل جديد ويعمل علاقة بين المواطن والدولة بشكل جديد لما بيسقط الإخوان بيتهاقل المفروض أنهم سقطوا بدستورهم وبالتالي مفيش مبرر قوي لفكرة أن إحنا نخش تاني في قصة إحنا نعدل المادة دي ونتخانق على المادة دي طب والمادة دي تتعدل ولا لا أنت محتاج عقد اجتماع جديد محتاج اتفاق جديد وده مش ممكن يحصل من لجنة الخمسين يعني هل مش ممكن لجنة الخمسين ده طبعا ده من الحاجات اللي احنا مقدمانها لجنة الخمسين ومطلوب ده تمام فبالتالي أنتوا معترضين على قلية العمل بشكل عام بقى أصلا الأهم بقى من كل ده والأهم من تشكيل لجنة الخمسين بقى نفسه هو نسبة تصويت داخل لجنة الخمسين سمعنا أنا 75% لسه ما فيش كلام واضح لسه هو اللجنة الخمسين هي اللي بتحط قواعدها طبقا لقرار الإصادة من رئيس الجمهورية فنحن بنتكلم على إيه أنه فيه فرق بين القانون والدستور قانون لأنه بيتغير بسهولة فالأغلبية تعمله أنا مثلا اخترت حكومة اشتراكية فتعمل عدالة اجتماعية اخترت حكومة رأسمالية أو اخترت برلمان قصدي اشتراكي فعمل عدالة اجتماعية قوانين فيها عدالة اجتماعية اخترت برلمان رأسمالي حيامل قوانين فيها دعم الاستثمار وممكن اخذ من الحولة ومال كل ده بس لو هنعمل حسب الاتجاه اللي أنا بصوط له لما تيجي تعملي دستور الدستور بقى هو مش حاجة بتتغير بسهولة احنا موصل من دستير الجند وبالتالي الدستور هو اللي بيرسم ده احنا ضربنا رقم قياسي احنا ممكن نخش بيه أولمبياد بس أنا رأيي أو الحقيقة الدستور هو اللي بيرسم الحدود بتاعة الملعب اللي كلنا حنلعب جوا اللي حيطلع جواك قوانين وتطلع جواك قرارات كل ده تمام وبالتالي لازم يبقى فيه توافق ما يحتكمش الأغلبية وأقل طيب وبالتالي أي كلام عن 50 في المية زائد واحد حنرجع بقى لنفس الكلام اللي كنا بنقوله على جماعة التأسية بتاعة الإخوان طيب ايه اهم المعايير اذا للوفودة عايزنا تبقى موجودة أو اسمال لحة الداخلية بتبقى للجنة الخمسين ايه الأهم الحاجات اللي شايفين ناس موجودة في اللايحة الداخلية للجنة الخمسين أهم الحاجات هو التصويت في العالم كله اللي جانب جماعات التأسية بيبقى التصويت فيها من 70% لتسعين في المية لأن انت وعشان كده ما بتبقاش أغلبية من طيار معين يعني المهم أنه يبقى كل الطيارات ممثلة وكل فئات المجتمع ممثلة بس مهم كمان أنه ما بقاش فيه أغلبية عشان تقدر تعمل توافق حدا هيتنازل هنا شوية حدا هيتنازل هنا شوية والتصويت عادة بيبقى من 70% لتسعين في المية عشان تبقى ضامن أنه هيحصل توافق على المواد اللي حضرت بشكل عام التشكيل ايه رأيك فيه؟ رأيي أنه هو موفي القصري أنه هو المؤسسات متمثلة ماشي وده الأهم ونما فيش حد عنده أغلبين وده أهم حاجة تمام فبالتالي احنا في انتظار اللايحة الداخلية بزبط أخي يقولك وجد نظر برضو الشارع شوية الأحزاب دي بتعرقلنا بس كل شوية تقول لنا مش عجبهم مش عجبهم ما تسيبوا الدنيا تمشي والدستور يتعمل عايزين ناكل عيش يا جدعان تحديدا ومازال الناس علاقتها بالأحزاب السياسية مش علاقة قوية لأنه الأحزاب لسه مش تغيرتش قوي بصراح على الأرض ولو أنا غلطانة صلحني فالناس حاسة أنه الأحزاب السياسية والناس المحسومة على الثورة هم ما هم إلا معرقلين في الفترة دي طيب خلينا نشوف لجنة لجنة الخمسين فيها قديم الأحزاب فيها تنين أحزاب ليبرالية اتنين إسلاميين تقريبا إخوان وسلفيين واتنين واحد قومي واحد يساري وبالتالي إحنا بنتكلم على ستة من خمسين وبالتالي ما يقدروش يعوقوا أي حاجة يعني فيش حدا حيعوق حاجة وكمان أنا رأيي أنه الفترة فاتت تعلمنا كويس قوي أن الحاجة لو ما مشيتش صح مش هتمشي إحنا بقلنا ثلاث سنين بنلف حوالين بعض عشان ما مشينا الصح من الأول فخلينا مرة نقف ونمشي صح يعني مرة واثنين وثلاثة أنت قلت على قوة الثورية أنه بتعطلنا وبتاع وكلام من ده وطلع كلامهم صح في الآخر تجرب كلامهم مرة يعني تجرب مرة أنه ممكن يطلعوا صح طيب القيمة والفردي وده الحوار اللي كل الناس لوقتي بتتكلم فيه والناس في الشارع كمان شايفة أنه الفردي برضو مازال هو بنزلهم أحسن عشان بتبع علاقتهم مباشرة بالعضو مجلس الشعب بيبقوا عارفين هو مين القيمة هيا اللي فاتت هيا اللي خلت يبقى عندنا قوائم شكلها حلو بس محطوط فيها ناس إحنا ما نعرفش عنهم حاجة وانتماءات فكرية بعض منها كان بيميل إلى التطرف فالحل في المرحلة اللي إحنا فيها إحنا عندنا بالفردي والمرة الجاية والله يبقى قايمة زي ما أنتم عايزين ما فيش حاجة أسمع المرة الجاية طيب خلاص لما المرة الجاية لما الإعلان الدستوري أو الدستور بيقول أنه المرة الجاية حيبقى قايمة ومرادي بس فردي طيب ده معناه إقرار بأن القايمة أحسن صح؟ طيب باش معنى المرة الجاية المعيار الأول هو كارينة الشخص السماية الشخصية للمرشح نفسه المعيار الثاني هو المهارات الخاصة والخبرات بتاعته المعيار الثالث الدعاية المعيار الرابع البرنامج لانتخابه يا البرنامج لنتقل بأخر حاجة لا ما هقولك إحنا بقى أنت بتعمليها إزاي بتبقى آخر حاجة فيه لو أنت حتعملي نظام فردي المعيار الأولاني حيبق إيه كاريزمة طبعا كاريزمة فيجيلك حد عنده كاريزمة مش مهم بقى أي حاجة farklı مش مهم أي حاجة تانية والمعيار الثاني حيبقى الخبرات الشخصية في معيار التاني سوريا هيبقى الدعاية آآ دعاية فلوس اللي هيقدر يسرف المعيار الثالث إيه هيبقى الخبرات الشخصية المعيار الرابع البرنامج ده يساوي إيه يساوي أن أنا عندي مثلا في دائرته عايدة نازلة إلى الانتخاب فحنزل أصوت العايدة عشان هي ست طيبة عايدة دي في المصر الديمクراطي إجتماعي وأنا ما بحبش المصري الديمقراطي الاجتماعي أو في الإخوان وأنا ما بحبش الإخوان مش عايز صوت الإخوان فأنا حدي إلى ع عيدة أو اللي في المصري الديمقراطي الاجتماعي وأنا مش بحب دول وحدي لها الصوت وحيطلع بعد كده عيدة لما تبقى في البرلمان ستنفذ اللي أنا عايزه ويجيعزه الحزبي عايزه طبعا طيب يبقى الأفضل إيه؟ إن أنا خلي معيار البرنامج هو أول حاجة عشان أقدر أحسب فلما بتعمل القايمة بيبقى المعايير بقى الاختيار عليها إيه؟ البرنامج أنا هروح أختار اللي هيقول لي مثلا هعمل حد أدنى وحد أخصى الأغور هروح أختار اللي هيقول لي أنا هعمل حمنع التلفزيون أنا بنتخب برنامج سياسي وهحاسب برنامج سياسي تاني حاجة خبرات المرشحة المرشحين بقى كلهم المرشحين اللي هو عندهم إيه وخبراتهم قد إيه ومهاراتهم قد إيه وكلام من ده تالت حاجة هتبقى الدعاية اللي تعرف توصل لي ده رابع حاجة هيبقى إيه؟ السمات شخصية تمام وبالتالي أنا إحنا عايزين أنه نظام هل أنا عايز أدي صوتي لحد عشان هو راجل طيب وفي الآخر يروح يعمل حاجة تانية جوة البرلمان ولا عايز أدي صوتي لبرنامج أنا أقدر أحاسبه بعد كده يعني أنا مثلا انتخبت المرة اللي فاتت فرضا الإخوان المسلمين ونزلت مع الناس ضد الإخوان المسلمين في تلاتين أو قبل كده فالإخوان المسلمين نزلوا تاني لو نزلوا فردي أنا حبقى شايف الراجل اللي نزلينه ده راجل طيب وهو هيتطبق برنامجهم بس لو نزلوا قيمة إيه اللي هيحصل؟ هيبقوا مفضوحين كلهم أنا بختار برنامج بس اللي حضرتك قلته ده برضو نفس الطريقة اللي كنا بنفكر فيها قبل كده إنه المفروض إن القيمة هتدينا برامج انتخابية والفلوس مش هتبهي الفكرة اللي حصل برضو نفس المعايير اللي حتك قلتها المعكوسة بتاعت الفردي أو اللي احنا مش عايزينها بتاعت الفردي هي اللي طبقت كان بيحطوا على رأس القيمة الوجهة اللي أكثر شهر عشان الجزء بتاع الكاريزمة وتم صرف مبالغ غير طبيعية وأتذكر أن بعد انتخابات مجلس الشعب اللي فاتتت حسب كل حزب دفع الدئيم مقابل الكاريسي وأنا بعتقد أنه كان مثلا من أغلى الكاريسي كان حزب الوفد لأنه ما خدش بتحييه في مرحلة الأولى كان صرف فلوس كتيرة على عدد الكاريسي اللي خدها في حين أرخص كرسي كان حزب الحرية والعدلية كان وخد كرسي كتيرة على قد الفلوس له دفع فهي نفس المعايير ما زالت موجود جزء من الموضوع أنا رأيي أنه نفس المعايير فيما تعلق برأس القيمة بس كمان كان فيه ناس بتصوات لبرنامج كان فيه ناس بتصوات لحزب يعني الإخوان كانوا بينزلوا الانتخابات أننا عايزين الدين إحنا جايين نطبق الشريعة والسلفين كانوا بيقولوا إحنا جايين نطبق الشريعة الناس صوتت لده الناس شافت أنهما ما عملوش ده حيصوتوا الدم مرجاء أو مش حيصوتوا الدم هل أنت بشمراهن على أن وعي الناس قد يكون بقى مختلف فنتوقع أن هم برضو مهتمين ببرامج انتخابية من قبل الفردي أنا رأيي أنه أصلا مش ده اللي حصل مرة الفاتت يعني هقول لك حاجة أنه نسبة الناس اللدت مثلا الإخوان في القيمة كان قد إيه 34% ماشي ماشي أو لا 37% ده في القيمة في الفردي 64% أcompan إذا لو نحن بنتكلم على قواعد عادلة الله صوت لبرنامج الإخوان قدي الانتخابات التي فاتت كمان كان فيها أنه يناس بتصوت لصورة وناس بتصوت لطيار مدني وناس بتصوت الإسلامين وناس بتصوت الإسلامين بس مش إخوان فإددوا السلافين بالعكس كان الكلام كده في الشارع جزء الثاني بقى المهم في موضوع قايمة في الفردي أنا وإنتي نازلين الانتخابات قدام بعض أنت خدت 49% أنا خدت 51% من اللي حينجح 49% من أصوات الدايرة 49% ما لهمش تمثيل لما تعملي قايمة 49 سيبقى لهم تمثيل بالنسبة 49% وال51 اللي تمثيل بالنسبة المهمة بعتقد ناس برضو لازم تبقوا على أنه في الفردي الأصوات اللي بتخسر بتبقى كنا أصوات ترمت في الأرض وخئ وراحل نفسها بالضبط لكن في القايمة حتى لو أصوات قليلة فأنت بتاخد على قد أصواتك القليلة دي عدد مقاعد ممثل لقنتك في الشارع بالضبط وبالتالي البرلمان بيبقى فيه فعلا كل التنوعات بيبقى فيه أغلبية وفيه أقلية تمهيغ عايز الانتخابات تبقى كلها اللي جاية قايمة؟ المفروض لو إحنا عايزين نبني ما أقولك لو عايزين أنه يبقى المعيار اللي إحنا بنختار عليه برامج سياسية رؤى سياسية وبعدين المهارات الشخصية وبعدين الخبرات والمهارات الشخصية وبعدين الدعاية وبعدين الكاريزما يبقى قايمة لو احنا عايزين اول حاجة كاريزمة ماشي الشخص اللي عنده سمات شخصية كويسة نعمل فردي احنا قدامنا لدنو ولكن الميكس بتاع اللي احنا عملنا للمرة الفتة شوية وشوية الميكس احنا بنرضي كل الناس يعني انا رأي انه انه الكلام على الفردي دلوقتي بالزات لانه في رجال اعمال كتير كانوا سواء من اخوان وسواء من السلفيين وسواء من بقايا الحزب الوطني شايفين انه الافضل لهم بدل ما يبقى بيقوي الحركة الحزبية انه يبقى بيجيب اتنين تلاتة نواب يبقوا بتوعكم واللي هيصرف في الانتخابات مليون او اتنين مليون عشان وحيرجع تاني لو اتعمال فردي هيرجع الناس تاخد فلوس عشان تخش تصوت وكلام من ده لان انا بصرف على الكرسي بتاعي هجيب الكرسي بتاعي بفلوسي يبقى هعرف ازاي هسترد الفلوس دي مرة واثنين وثلاثة بالفساد اخر حاجة سريعا بعد اذنك هناك تخوف من انه الدستور الجديد بعد ما يتعامل اللي بيعطي قوات المسلحة صلاحيات اكبر وتخوف من نموذج توركي في التكوين وفي دور القوات المسلحة داخل الدولة انا هتمسك باللي قاله الفريق السيسي انه هم ما عندهمش اهتمام بالسياسة وانا بتمسك بده هم مفروض زي ما هو قال بالزبط انه ما يبقوش طرف في العملية السياسية ويبقوا فعلا حامل الوطن بشكل ده دور اهم و اكبر بالمناسبة مستقل تماما هقول لحارة الحاجة انه دلوقتي نفترض انه الفريق السيسي دور اللي عمله نحاس في لحظة للشعب لو الفريق السيسي ده نفسه بكرة رئيس جمهورية هبقى فيه ناس معاه وناس ضده بتاعه وكلامانه الدور اللي هو عمله اهم كتير من اي دور ممكن رئيس جمهورية يقوم به وبالتالي انا رأيي انه تماما اوي كده على القوات المسلحة انهم يقولوا او يعني على الجامعات التأسية للدستور انها تاخد في اعتبارها اللي قالته القوات المسلحة نفسها على لسان الفريق السيسي انهم مش عايزين يبقى لهم دعوة بالسياسة ومش عايزين يبقى لهم دعوة بالحكم في مصر انا باشكو حك شكرا جزيلا استاذ زياد العلمي عضو الهي لولي الحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي مرسي على وجودك معانا النهاردة وكده خلصت حلقتنا النهاردة بكرة نكون معاكم قبل دلوقتي بساعتين وحوارنا على الدستور هيكمل من هنا لغاية ما لاجنة الخمسين تخلص وما بعد ما المساعدة تطلع ونعدي بسلام ويا ربي بانهار حضراتكم سعيد